السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كله تمام مع هالة واللويشي برحب أولا بزميلتي الأستاذ هالة عبدالشافي وبشكركم طبعا على التعليقات اللي جات لنا الإيجابية اللي على الصفحة وبرضو التعليقات اللي كانت فيها انتقاد بتدينا دعم أكتر إن شاء الله وأنا حابب أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل من تحب أنك تحبه وقررها لكي يطمئن قلبه وإحنا بنحبك وعايز أفكركم إن فيه فائز هنقول اسمه في آخر الحلقة اللي هو جاوب على سؤال الحلقة السابقة وفيه سؤال في آخر الحلقة جديد إحنا هنبتدي معاكم بالفقرة الإخبارية وهنبتدي بالسياسة أول حاجة عندنا أول خبر عندنا بيقول إن النائب سمير البطيخي بيطالب بإزالة العشوائيات والباعة الجائلين من الطرق وبيقول إن هي العشوائيات والباعة الجائلين بيقى خصبة لوجود الأفكار المتطرفة وأنا كنت عايز بس أضيف حاجة للنائب سمير أقول له إن إحنا برضو عشان الحل يبقى شامل إن إحنا نقول إن إحنا نوجد لهم أماكن وأماكن للبيع زي مشروعة شارعة 306 اللي موجود حاليا في جميع المحافظات وعندنا خبر تاني بقى بيقول إن إسكان البرلمان أكرت عدلات التصالح في مخلفات البناء في مخلفات البناء اللي كان بيبني على أراضي مخلفة سواء زراعية أو أي أرض طبع للدولة مثلا دلوقتي الدولة بتتصالح معاه وبيقول إن التعديلات اللي هي هتتم في خلال أسبوع إن شاء الله اللي جاي بإذن الله مشاهدين أهلا بكم من أهم عنوين الأخبار ومن جانب أخبار المحافظات رئيس مجلس ومدينة مرسى مطروح أكد النهاردة إن فيه إزالة التعديات واسترداد 118 فدان من أملاك الدولة ودي حاجة عظيمة إن بتحصل الفترة دي لأن الفترة دي بقت معروفة إن خلاص بقت فيه ناس كتير بتحتل أراضي الدولة وبقت بتبني عليها وتستعمرها أكد اللواء وليد المعدوي إن أجهزة مجلس ومدينة مرسى مطروح اليوم قدرت إنها تتمكن من تنفيذ 64 قرار الـ 64 قرار دول قدروا إن هما يستردوا بيهم 18 فدان وده كمان إن هو السيد رئيس مجلس المدينة فضل يناشد المواطنين إن هما يخلوا بالهم إن هما ما يتعدوش على الأراضي سواء كانت أراضي زراعية أو أي أراضي تانية أنواع الأراضي كلها بحيث إن هما يحافظوا على الدولة وكمان يحافظوا على الإسكان كمان ده على بناء على كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ناشد المواطنين إن هما لازم يخلوا بالهم إن الأراضي دي لإما هتتباع تاني في مزادات عامة ومن خلالها هيقدروا يشتروا الأرض دي مرة تانية لإما الأراضي دي هترجع تاني للدولة وده عن طريق إنه هم هيستصلحوا ويبنوا مشروعات جديدة ونتقل لأخبار الرياضة عندنا الأهل بيجهز محمود وحيد بديلاً لعلي معلول في مباراة بني سويف في كاس مصر في الدورة الـ 32 وفيلر بيجهز محمود وحيد كزهير أيسر عشان مواجهة بني سويف وعندنا خبر تاني إن الزمالك عاد صباحاً بعد الخسارة الكبيرة اللي اخسرها أمام مازينبي 3-0 وهو وصل الصبح مطار الكاهيم كمان من جانب الحوادث فكان معينا قضية الراقصة جوهرة اللي قلبت السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت واللي كمان كانت واخدة ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي قدرت كمان إن اليوم السابع تكون عاملة معهم أو تكون أول منشطة في الحوادث في اليوم السابع بيقولوا هل تعتبر فيديوهات الراقصة جوهرة دليل إدانة ضدها والقانون يجيب طبعاً الفترة اللي فاتت كان موضوع ده مشهور جداً جداً إن في حاجة حصلت الحاجة دي إن الراقصة جوهرة مش بس من خلال الموضوع ده إن هي قدرت فتحة أبواب جهنم عليها زي ما بيقولوا لأن هي من فترة أول ما نزلت مصر كانت المفروض إن هي كانت موجودة وبتمارس مهنة الرأس ولكن كانت لبسة ملابس المفروض اللي هي خادشة للحياء وكمان اتخذ عليها أواضي إن هي كانت مستمرة لمدة سنة والمحكمة قالت إن هي المفروضة لتسجن سنة دلوقتي القضية دي كمان فضلت مشتعلة على السوشيال ميديا الشاب كمان اسمه خالد أحمد خالد أحمد لست في أوائل العشرينات وطبعاً جوهرة في أوائل التلاتينات الشاب من يومين بالضبط أو ممكن يكون من مبارح كمان بالليل تحديداً يعني هو قال إن الموضوع جوهرة ده هي مراته وإن الحاجة دي كلها مش مشينة ولا حاجة ولا حاجة تخص الخدش ولا الحياء ولا تمستهب أي شيء دي مراته وهو الفيديوهات والصور دي كان سيبها عنده على الموبايل علشان خطر إن هو بيوثق العلاقة بينهم ودي طبعاً يعني مخلفة لكل التفاصيل بتاعتنا وكل العداد بتاعتنا اللي هو الطبع الشرقي بيقول إن ما فيش حاجة زي دي المفروض تكون موجودة يعني إيه واحد بيوثق علاقته بمراته إن هو يتصور معاها ويسيب الحاجة دي على الموبايل كمان الفترة دي جاء أستاذ أحمد كمان أكد المحامي أكد إن هو الحاجة دي المفروض القانون يحكم فيها على الأقل بسنة سجن والمفروض كمان إن هي تكون فيه غرامة لها طبعاً القانون 63 كان بينص على كده وهو وضح الكلام ده كله إن هو المفروض يكون موجود ومن أخبار الفن عندنا الفنان محمد عدل إمام لس بغداد هو انتهى الفنان محمد عدل إمام من تصوير فيلم لس بغداد والمفترض إن الفيلم هيتعرض في يناير القادم وحيشاركه في البطولة فتح عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل وأحمد العودي الفيلم ده من إخراج أحمد جمال أحمد خالد موسى وإنتاج Synergy Films وعندنا طبعاً النجم تامر حسني مرشح لجائزة جينيس ريكورد كأفضل فنان مؤثر في العالم تم ترشيحه والجائزة دي هتكون في مدينة تابوظابي في دولة الإمارات وهو اختروه لأنه هو شخصية مؤثرة في الشباب والشباب واخدينه قدوة لهم في الحياة كمان من جانب الصحة نجاح حملة 100 مليون صحة كانت موجودة أكد عليها كمان الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية وده خلال مهرجان الإيدز اللي كان أو الاحتفال باليوم العالمي للإيدز ده اللي مر عليه 31 عام أكد إن في حاجات جديدة هتكون موجودة الفترة الجاية للقضاء على مرض الإيدز والقضاء على الأمراض اللي منتشة للفترة دي احنا هنخرج لفاصل ونرجع لكو تاني إن شاء الله موسيقى ورجعنا من الفاصل أعزائي المشاهدين وإحنا النهاردة عندنا تقرير عن الفيل الأزرق وأول ما نقول الفيل الأزرق الناس كلها دمخها بتروح لكريمة عبد العزيز وأفلامه الجزء الأول والجزء الثاني من الفيل الأزرق هو فعلا عرض عرض الفكرة بتاعة الفيل الأزرق من خلال الفيلم لكن كلنا كنا متوقعين إن هي حاجة من خيال المؤلف لكن في الفترة الأخيرة انتشرت حدثة على السوشيال ميديا دكتورة سيدلانية قتلت بنتها باستخدام العقار هي في الأول ما اعترفتش وقالت إن البنت استخدمت الدواب عن غير قصد لكن هي الأم بنا خلافات مع الزوج وكانت بتتناول الحبوب ديت حبوب الفيل الأزرق أو الاسم العلمي ديها DMT وكانت بتتناول الحبوب ديت وأثناء تناولها للحبوب خرجت عن شعرها وقتلت بنتها حتطلها الحبوب في عصير وتوفت البنت الصغيرة طيب حبوب الفيل الأزرق زي ما حضراتكم عارفين إن هي بدأت تنتشر في مصر أول فترة دي كمان قدرت إن هي تاخد صدى كبير قوي بسبب الحادثة اللي حصلت طبعا دي مش أول حادثة ليها لا دي تاني وتالت ورابح حادثة ولكن الحادثة دي كانت شهيرة قوي إن هو إزاي أمة يهون عليها إن هي تعمل كده في بنتها وخصوصا إن هي صيدلانية فأكيد فهمة إن الحاجة دي أكيد لإما هتضر البنت قوي لإما هتسبب في موتها طبعا الحادثة كانت مشهورة بشمهندس عايزة حضرتك كمان تقولي التفاصيل فيها لأن هي كانت مليانة تفاصيل هي الزوجة منفصلة يعني الزوج والبنت متربيها معاها بس هي كان تقريبا عندها حالة نفسية وكانت بتستخدم العقار دا دايما إحنا بس عايزين نشرح العقار دوت هو بيعمل إيه هو عندنا المخ بيتكون من خلايا وأنسجة والخلايا دي بتفرز مواد بس برحمة ربنا علينا بتفرز مواد بمعدلات معينة فلما بيستخدم العقار دوت بيساعد على إفراز المواد دي بكترة فبيغير الكيميا بتاعة المخ فبيحصل له خروج عن شعوره وبيعمل حاجات هو مش حاسس بيها أساسا طبعا حبوب الفيل الأزرق ديت شهرة الفترة اللي فاتت قوي باللي هي ال-DMT ناس كتير قوي ما تعرفش هي موجودة لي ولكن العلبة نفسها بيكون مكتوب عليها DMT بيكون شكلها بيكون ميل عنه هو يكون أزرق أو يكون أخضر وبيكون مرسوم عليها كمان رسمة الفيل الحبوب دي دلوقتي الفترة دي خدت اسم اللي هو عقار الشيطان عقار الشيطان طبعا لأن اللي بياخدها لإما أكتر حاجة بتسببها له إن هو لإما يصيب أو يصاب بشلل لإما يفقد النطق لإما بعدها بيقوم ميت على طول دي نتيجة سكتة قلبية بتكون المدة بتاعتها اللي هي بتسبب للإنسان سواء مخضر أو حاجة بتكون من ساعتين بتليتة طبعا سعرها موجود في السوق بتكون من 40 دولار ل100 دولار وده على حسب الدولة اللي موجودة فيها وعلى حسب كمان إمكانياتها موجودة في السوق ولا لا طيب إحنا معنا تليفون الأستاذ محمود عبد المنعم معالج نفسي ومدير مركز إدمان أستاذ محمود كنا عايزين بس نسأل حضرتك تدينا معلومات أكتر عن حبوب الفيل الأزرق طبعا أنا مقصود جدا أنتم بتحولوا توضحوا للناس في حقيقة الكارثة اللي احنا فيها مصر طبعا بدأ يخشتها أنواع مخدرات مخلقة هي زي ما انتم قلتوا كده في المعلومات القائمة زي ما انتم قلتوها أن هو مخدر الشفيتان شغرته ما بين المذنين مخدر ولاد الزواج هو تكلفته عالية مش موجود طبعا من 40 دولار ل100 دولار ده مش مبلغ قليل يعني بالضبط ورغم كده أستاذ محمود هي ليه موجودة في السوق بكمية كبيرة مش بكمية قليلة هو موجود السيل الأزرق أو شبهاته يعني لو حضرتك سمعت يعني عن الفوتو كلمنا دخل مصر بعضه من كذا سنة وأظمني يعني الناس كلها شافت نتائجه السيئة تريعا طريق فيديوهات على السوشيال ميديا أو حالات خفرت نظيم الأهالي وصوروها داخدوهم وستغربوها طبعا لو تكلمنا عن السيل الأزرق هو مادة الدي ام تي زي ما عانتو زكرتو شنائي ميخيل التريب تامين بياخد الوارفة بالواقع للخير لأنه هو مادة بيفرزها المخ ما قبل مرحلة الموت طبعا الحاجات دي احنا بنلعب في كيميا المخ بنلعب في المنظومة اللي ربنا حتتخلنا طبيعي بيأثر بشكل كبير على كربط المخ وعلى المواد اللي بيفرزها المخ اللي بذرجة توصلنا لغاية الوفاء الوفاء المفاجئة هو منتشر كان منتشر في أمريكا وأمريكا الجنوبية في بعض الدول بتستخدموا في الطقوس الزناية لريبة حتى على مجتمعنا طب أستاذ محمود طريقة العلاج منه أو العلاج بتاعه سهل أو بياخد مدة دي ممكن توضح لنا حاجة زي كده العلاج منه هو مخطر زي أي مخطر بس في القاس فيه هو لازم يبقى تحت رعاية طبيعة كاملة بفترة بفترة أعراض المسحابة قوية والمحمود بتبقى بتامي الخلل حتى في الكسم الكسم نفسه ومش فيها بس فيها جاعة طبيعته ده فيه طبعا الأمراض النفسية المساخبة لتعاطي المرض هي التعاطي المخطر طيب حلوة يا أستاذ محمود كلام حضرتك ده أنا برضو كنت عايز أسأل حضرتك إن هو فعلا المنتج ده بيقدر يخلي الإنسان متغيب تماما عن كل اللي بيعمله هي حقومة حبوب الهلوسة حبوب الهلوسة دايما بتبقى فيه حتة فيها كده خارج الزيطان كان الدارج منها في مصر الأدواء اللي هي الأدواء الرخيصة اللي هي الأدواء اللي تيجي من الزيطانية تستخدم أصلا في حالات صرع في حالات كعلاج لأمراض الصرع أو لعلاج لبعض الأمراض النفسية الصعبة يعني فطبعا بدأ المدمن يتداولها ويستخدمها إن هو يوصل لحالة مش مفهومة في بعض التقارير يا أستاذ محمود بتقول إن المادة دي بتنفرز أثناء النوم وممكن هي اللي بتكون بتسبب الأحلام الكلام ده حقيقي ولا غير حقيقي لا أنا ما عنديش معلومة عن كده حتة أثناء النوم لكن هو المتداول وإن الكيميائيين استخرجوا المادة دي من بعض النباتات وعملوا عليها بعض المعالكات الكيميائية طبعا عشان تطلع المنتج ده طيب أستاذ محمود هستأذن حضرتك تقول لنا ختاما للموضوع ده أو ختاما للكلام ده عايزة حضرتك تقول لنا إزاي نساعد الناس اللي هي بتستخدمه أو بتستخدم أي نوع تاني إن هي تتعافى تماما من المنتج ده أنا أقول له حضرتك في حاجة أو أحنا يعني أحنا في شغلنا أحنا بنتكلم في مسردبات الإدماء يعني أي مخدر بيبقى ليه في طبيعته في أعراضي في حاجه أو في طريقة علاجه أو في طريقة التأهيل النفسي اللي ياخد علها العميل أثناء وجوده في المركز فأنا لو أتكلم هتكلم عن أمرض الإدمان عموما يعني الصيدلانية في العضية دي أكيد لها تاريخ مع المهدئات أو مع تعاطي المقدرات طبعا يعرف المنتج ده إيه علشان كده استخدمته أستاذ محمود إحنا متشكرين لوجودك معنا النهاردة وإحنا نخرج لفاصل ونرجع مع ضيفتنا الجميلة أمنية صبر ترجمة نانسي قنقر